أكيد في يوم من الأيام قعدت تفكر وتسرح بخيالك في الكون الضخم اللي انت عايش فيه ده وسألت نفسك سؤال مهم جدا يا ترى الكون ده شكله الحقيقي عامل ازاي؟ يعني هل هو شكله كروي ومنحني زي ما احنا متعودين نشوف دايما شكل الأجسام الضخمة في الفضاء؟ وهل شكله من بره عامل زي شكل الكواكب والنجوم مثلا؟ ولا في الواقع ان منظره الحقيقي ممكن يبقى أغرب مما احنا متخيلين وغير كل تصوراتنا تماما؟ تعال بقى معايا النهاردة حكيلك على العلماء لما استخدموا لغة الكون اللي هي الرياضيات في محاولة معرفة شكل الكون الحقيقي كانت ايه النتيجة؟ وحضر نفسك معايا الموضوع هيمتع عقلك لأقصى درجة ولكن قبل ما ندخل في الموضوع لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو ويريد تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله العدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله اهلا وسهلا بيكو انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة في بداية معرفة البشر بقوانين الهندسة والرياضيات وهم دايما كانوا بيحاولوا يطبقوا اللي يعرفوه بيشوفوه حواليهم في العالم اللي هم عايشين فيه على الكون الكبير الموجود في السماء بكل اللي فيه من مجرات وكواكب ونجوم ويمكن لو كنت انت عايش على الارض قبل القرن ال19 كان اللي هيبقى في دماغك دايما هو ان الكون على المستوى العملاق مالوش شكل هندسي محدد زي باقي الحاجات اللي حوالينا وانه بس مجرد شبكة هندسية عملاقة سلسية الابعاد بتتبع قواعد اقليدس الهندسية التقليدية الخاصة بالاشكال سلسية الابعاد وساعتها كنت هتطبق قوانين نيوتن التقليدية الكلاسيكية على كل حاجة في الكون ده وتبقى شايف ان اي قوة في الكون بتأثر على اي حاجة من خلال نوع من التواصل اللي بيحصل ما بينهم في صورة خط مستقيم وساعتها كانت هتترسم في مخك صورة بسيطة وسهلة وتقدر تستوعبها عن الكون ده وهترتاح ولكن الحقيقة ان الجنس البشري قطع شوط طويل جدا في التطور والتقدم العلمي من وقتها واصبح اللي احنا بنقدر نشوفه انطبقه دلوقتي بسبب العلم والتكنولوجيا المتطورة اللي عندنا سواء التلسكوبات والمراصد او البعثات الاستكشافية اللي بنبعثها الاعماق الكون بتقولنا ان شكل الكون الحقيقي مش بالبساطة دي خالص وخلينا اشرح لك ليه شوف يا سيدي لما اقليدس جي زمان وحط اساسيات الهندسة الاقليدية التقليدية او اللي بيسموها يوكليديان جيومتري قالك ان فيه قواعد اساسية لازم اي حاجة مرسومة على ورقة تمشي عليها ومن ضمن الحاجات دي مثلا هي ان اي نقطتين في فراغ سنائي الابعاد ممكن تربط ما بينهم بخط مستقيم او ان اي خط مستقيم ممكن يمتد بشكل لا نهائي لو افترضت ان انت بترسمه على ورقة كبيرة وملهاش نهاية وحاجات تانية كتير شبه كده والحد فترة قريبة من تاريخ التطور البشري كان التفكير السائد ما بين العلماء هو ان شكل الكون بتاعنا بيتبع نوع من الهندسة الاقليدية دي ولكن في فراغ سلاسي الابعاد كأنه اشبه بشبكة عملاقة سلاسية الابعاد شايلة جواها كل حاجة نعرفها في حياتنا وده كان الشكل المتعرف عليه للكون ما بين كل علماء الفيزياء لحد اواخر القرن التسعتاشر تقريبا بس المشكلة بقى ان كان فيه نقطة مهمة جدا من ضمن القواعد دي قاعدة بيسموها الفرضية الخمسة الاقليدس واللي بتقول ان اي خطين مستقيمين ماشيين جنب بعض بالتوازي هيفضلوا دايما متوازيين ومش هتقطعوا ابدا مهما حصل والنقطة دي هي اللي غيرت قواعد اللعبة كلها لما العلماء جموا حاولوا يطبقوها على قواعد الكون الكبير سلاسي الابعاد اللي احنا عايشين فيه هتقول ليه بس يا عمده وإيه اللي حصل بالزبط هقول لك يا صديقي انا عايزك مثلا تجيب اي مجسم لكوكب الارض وبص على خطوط الطول اللي مرسومة عليه لو لاحظت كويس هتلاقي ان كل خطوط الطول المفروض انها موازية لبعضها لو انت بتبص عليها من نص الكورة او من ناحية خط الاستواء ولكن لو بصيت على القطب الشمالي والجنوبي هتلاقي انهم كلهم في الواقع متقطعين ومش بس كده ده الخطوط دي كلها بدأ من نقطة واحدة وبتنتهي في نقطة واحدة وعلشان كده اتضح لنا ان الفرضية الخامسة الاقليدس دي غير صحيحة في كل الحالات علشان بالفعل الخطوط المستقيمة في الهندسة سلسية الابعاد ممكن تتوازى وتتقاطع عادي جدا والسبب في ده هو نفس السبب في انك ما تقدرش مثلا تفتح شكل قروي وتفرده وتخليه يعمل مربع مثلا علشان الاسفيرز او الاشكال القروية دي هي اصلا في اساسها عبارة عن اشكال منحنية وملهاش اي اساس مسطح وفي الواقع انت لو طبقت القواعد دي على اي اشكال هندسية في الفراغ فانت هتلاقي ان عندك 3 انواع من الانحناءات في الاسطح الهندسية النوع الاول هو السطح اللي عنده انحناء موجب وده بيبقى عبارة عن كورة والنوع التاني هو السطح اللي عنده انحناء سالب اللي هو بيبقى عامل زي سرج الحسن كده زي ما انت شايف قدامك والنوع التالت هو السطح زي الانحناء الصفري او اللي مالوش انحناء اصلا زي اي سطح مسطح ورقف كشكول مثلا وعلشان تقدر تحدد نوع اللي انحناء بتاعك هو انهي واحد من دول بيكون في عندك طريقة بسيطة جدا ارسل مسلس على السطح اللي انت عايز تقيس الانحناء بتاعه وكلما المسلس ده كان كبير كلما الموضوع هيكون اسهل والنتيجة هتكون اوضح وبعدين قيس التالت زوايا بتاع المسلس ده واجمعهم على بعض وشوف هيطلعوا كام ولو التالت زوايا دول مجموعهم طلع مية وتمانين درجة بالزبط يبقى السطح اللي انت بتقيسه ده مسطح تماما ولو مجموعهم طلع اكتر من مية وتمانين درجة يبقى السطح ده موجب الانحناء وشكله كراوي وفي الحالة دي كلما كان المسلس اكبر كلما هتلاقي مجموع الزوايا بتاعته اكتر بكتير من مية وتمانين درجة اما بقى لو طلع المجموع اصغر من مية وتمانين درجة فمعنى كده ان السطح بتاعك سالب الانحناء زي سرج الحصان او الاكتشاف ده بقى هو اللي غير في تاريخ علم الهندسة والمساحة بالكامل بعدها وده لانه قدى الاكتشاف مجال كامل من الهندسة اسمه نانيوكليديان جيومتري او الهندسة غير الاقليدية وعرفنا ساعتها ان فيه اسطح كاملة في الفضاء ممكن تبقى منحنية وفي نفس الوقت مستقرة بدون ما تتبع قواعد الهندسة الاقليدية التقليدية واللي اثبت ده كان نيكولاي لوباتشيفسكي ويانوس بوليي في سنة 1823 وبعدين تم تطوير الفكرة دي اكتر عن طريق عالم الرياضيات الالماني بيرنرد رايمان وبسبب العلماء دول ابتدينا نعرف ان شكل الكون على مستوى ضخم وصلاس الابعاد مش سهل نتخيله بالبساطة دي مهما تخيلنا اننا شايفينه بشكله الحقيقي وعلشان كده بعدها وعلى مدار سنين طويلة جوا علماء كتير وحاولوا يغيروا في مفهوم البشر عن شكل الكون وطريقة عمله من خلال انهم يحاولوا يستنتجوا شكله الحقيقي ومن ضمنه اشهر العلماء دول كان ألبرت أينشتاين وده لان أينشتاين لما جف سنة 1905 ونشر نظرية النسبية الخاصة اللي كان من خلالها بيحاول يوصف شكل الكون الحقيقي على المستوى الضخم ربعي الابعاد فهو في الاول ما كانش لسه قادر يدمج بين الجاذبية في النظرية بتاعته وبين فكرة وجود نسيج الزمكان اللي استنتج وجوده واستعرق منه الأمر عشر سنين اعتمد فيهم على الشغل اللي عمله بيرنرد رايمان قبلها علشان يقدر يدمج الجاذبية في المفهوم الشامل بتاعه ويخرج بنظرية النسبية العامة اللي قلبت الأوساط العلمية كلها سنة 1915 ولسه لحد دلوقت بتبهرنا في كل اختبار بتتحط فيه والفكرة بقى ان من ضمن الأساسيات الموجودة في النسبية العامة بنلاقي ان فيه علاقة ما بين شكل الكون ومعدل انحنائه وما بين كمية المادة اللي فيه وسرعة تمدده وتوسع المساحة جواه وده علشان في النسبية العامة الجاذبية نفسها بتحني الفضاء نفسه وبتخلي شكله يختلف والجاذبية دي بتنشأ من ثقة الكتل الأجسام الموجودة في الفضاء يعني لو انت عندك جسم تقيل زي كوكب أو نجم مثلا فهو بيتسبب في انحناء الفضاء حواليه وبيخلي شكله كروي أو مقعر يعني مش مسطح ولو بصيت بقى على نموذج الانفجار العظيم اللي بدأ منه الكون فانت هتلاقي ان في لحظة البداية الكون كله كان مندمج مع بعضه في نقطة واحدة متنهية الصغر وشديدة السقل والكسافة وشايلة جواها كل حاجة والنقطة دي بعد كده لما تضخمت وتمددت وصلت بينا لشكل الكون اللي نعرفه دلوقتي ولو احنا بقى عايزين نعرف شكل الكون ده ايه هنلاقي اننا لازم نطبق قواعد النسبية العامة على اللي نعرفه عن الانفجار العظيم علشان نقدر نحسب معدل انحناء الكون بتاعنا وخلينا اشرح لك ازاي لو الكون بتاعنا ده بيتمدد بسرعة قليلة وضعيفة جدا فكمية المادة الضخمة اللي فيه هتتسبب في جذبية كبيرة هتفضل تقلل من سرعته مع مرور الوقت وبالتالي هتخليه يجي عليه يوم وتمدده هيوقف تماما وبعدين الجذبية تبدأ تشده وتخليها انكمش على بعضه لنقطة الصفر من تاني ولو الكون بيتمدد بسرعة ضخمة جدا واجبر من اللي تقدر جذبية الاجسام اللي فيه على انها تضمه على بعضه فهو هيجي عليه يوم والتمدد بتاعه ده يبقى ضخم وسريع لدرجة انه هيتسبب في تمزق نسيج الفضاء كله وهتلاقي ان المساحة ما بين الاجسام بقت ضخمة جدا لدرجة انه خلاص ما بقاش ينفع صحب الغازات والعناصر الاولية تندمج مع بعضها علشان تكون النجوم والكواكب والمجرات وبعدها في فترة هتلاقي ان حتى الزرات نفسها هتتفكك وهتتمحي تماما من الوجود انما بقى لو معدل تمدد الكون ده متوازن بشكل كبير مع كمية المادة اللي في الكون هتلاقي ان الكون هيفضل يتمدد للأبد الى مالة نهاية يعني ولهو هيوصل لمرحلة ان التمدد ده يتوقف وبعدين يرجع تاني ينهار على نفسه ولا هيوصل لمرحلة انه يبقى بيتمدد بسرعة رهيبة لدرجة انه يمزق نسيج الفضاء نفسه وهيفضل في مرحلة التمدد المستمر ده لحد نهاية الزمن نفسه والمفاجأة بقى والجميل في الموضوع ان الكون بتاعنا بناء على مشاهداته الابحاث الفلكية والفيزيائية وحسابات كميات المادة الموجودة في الكون ومعدل تمدد وتوسع الكون فاتضح ان الكون بتاعنا هو الحالة التالتة يعني معدل تمدد الكون بتاعنا متوازن تماما مع كمية المادة اللي جواه واكتشفنا ده من خلال دراسة الكوزميك مايكرويف باكجراوند او اشعاع الخلفية الكونية اللي هو سي ام بي وده بيبقى عبارة عن بصمة من الاشعاع المتبقي من الانفجار العظيم من مليارات السنين واللي موجود في كل حتة من الفضاء دلوقتي واقرب لخريطة كاملة لتكون المادة في الكون او خريطة السي ام بي دي بتورينا توزيع المادة في الكون بالكامل ومن خلال دراستها ودراست سرعة ابتعاد المجرات البعيدة عن الكوكب بتاعنا قدرنا نعمل الحزبة الرياضية البسيطة اللي وصلنا بيها للاستنتاج ده واحدة هيقول لي طيب يا عمدة اعلقة الكلام ده بشكل الكون اللي احنا عايشين فيه حضر نفسك يا صديقي للمفاجأة معنى الكلام ده ان الكون في الواقع ولا هو موجب الانحناء زي الكورة ولا هو سالب الانحناء زي سرج الحصان بل هو في الحقيقة صفر الانحناء او متعادل ومعدل تسطحه يقدر بحوالي تسعة وتسعين وخمسة وسبعين من مية في المية بمعنى ان الكون بتاعنا على المقاييس شديدة الضخامة هو كون مستطح تماما ما فيهوش اي انحناء تقريبا وده بالتالي معناه انه كون لا نهائي الحجم وغير محدود هتقول لي طيب ازاي بقى يا عمدة العلماء توصلوا لاستنتاج ده هقول لك يا صديقي مش احنا اتفقنا ان الكون بتاعنا بيتمدد ويتوسع باستمرار بشكل لا نهائي اهو معنى بقى الكلام ده ان الكون لا يمكن يكون منحني وبيلف حوالي نفسه وده لانه لو انحنى فعمره ما هيكون حجمه لا نهائي والحالة الوحيدة اللي يكون حجمه لا نهائي فيها هو انه يكون شكله مسطح يعني الكون اللي احنا عايشين فيه ده لا نهائي وكل اللي احنا بنرصده في الكون ده هو اقل من زرة رمل واستصحرة ضخمة ملهاش نهاية ولا حدود والمبير اكتر من كده هو انك حتى لو قلت ان تسعة وتسعين وخمسة وسبعين من مية في المية دول برضو ما وصلوش للمية في المية وانه معنى كده انه ممكن يكون فيه انحناء ولو بسيط فده برضو هيكون معناه ان الكون المرء بتاعنا كله اللي احنا بنرصده ده اللي هو بيمتد بالعرض الاكتر من تلاتة وتسعين مليار سنة ضوئية هو مساحة صغيرة جدا جدا على اننا نقدر نشوف فيها اصلا اي انحناء يعني كأنك بتحاول ترسل مسلس في جنينة البيت بتاعك علشان تقيس انحناء كوكب الارض كله فتخيل انت بقى حجمك وحجم حياتك وكل حاجة انت تعرفها او سمعت عنها في يوم وصد عظمة الكون الشاسع اللي هو نهائي ده هستنى عرف رأيك عن شكل الكون ده في التعليقات وكالعادة هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله